أقام القسم الإداري بهيئة علماء المسلمين في العراق ندوة بعنوان مفهوم الهوية في فكر هيئة علماء المسلمين بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيسها في مثل هذا اليوم وقبل تسعة عشر عاما تأسست هيئة علماء المسلمين بعد أن استشعرت الخطر المحدق بالعراق وأعلنت بكل شجاعة وثبات مقاومتها ومناهضتها للاحتلال البغيض وتضمنت الندوة ورقتين الأولى بعنوان مفهوم الهوية في أدبيات الهيئة قدمها مسؤول القسم الثقافي حارث الأزدي الهوية مشتقة من هو أو هي أو هم وهي مجموعة المتبنيات والعقائد والأساسات في تكوين الشخصية الاعتبارية لفرد يصلح أن يكون تمثيلا حقيقيا لجزئية الجماعة ولكي أصل إلى جوهر البحث فيمكن مناقشة القول ما من كائن بدون هوية لأقول إن الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره أما الورقة الثانية فكانت بعنوان التحديات التي تواجه مفهوم الهيئة قدمها مسؤول قسم الإعلام معاذ البدري ما تزال القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ورأس حربتها هيئة علماء المسلمين باقية ومستمرة في مشروعها التحروري رغم أنها مجردة عن الداعمين وغير مستندة إلى أحد بل العكس مضيق عليها ومحاربة إعلامية وسياسية وغير ذلك ومع هذا ما تزال واقفة وصامدة ولها من الكاريزما ما يمنحها قوة معنوية وميدانية للثبات ونحن دائما نقول هيئة علماء المسلمين فقيرة مالا لكنها مغمورة جاها من الجدير بالذكر أن هيئة علماء المسلمين هيئة شرعية يقودها جمع من العلماء ولها رؤية بما جرى ويجري في العراق خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة وارتبط اسم الهيئة برفض الاحتلال وآثاره الخطيرة والحفاظ على الهوية العراقية الجامعة